شهد الفريق اول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي نصر 8 بوسط سيناء الذي تجريه احدى وحدات وتشكيلات الجيش الثاني الميداني شهد الفريق اول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالدخيرة الحية نصر 8 التي تجريها احدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني والتي نفذت على مدار عدة ايام بدأت المرحلة باعمال قتال القوات القائمة بالهجوم تحت ستر وسائل واسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية ذات القوى النيرانية المباشرة وغير المباشرة واقامت المفارز المدرعة والميكانيكية بمهاجمة واختراق دفاعات العدو المجهزة وتدميرها بمعاونة عناصر المغذوفات المواجهة المضادة للدبابات لفصل الاحتياطيات المعادية والتصدي لهجمات العدو المضادة وحرمانه من استعادة اوضاعه الدفاعية وتطوير الهجوم لاحتلال خط حيوي في عمق دفاعات العدو وتأمينه والتعزيز عليه واستعادة الكفاءة القتالية للقوات للعمل كاحتياط اسلحة مشتركة للمستوى الاعلى واستكمال تنفيذ باقي المهام ظهر خلال المرحلة مدى الدقة في التعامل مع الاهداف الميدانية واصابتها من الثبات والحركة وما وصلت اليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وفي نهاية المرحلة اكد الفريق اول عبدالفتاح السيسي ان الدفاع عن الوطن والحفاظ على شرعيته وحماية امنه القومي هي المهمة الرئيسية للقوات المسلحة التي لا تهاون فيها وان القوات المسلحة ستظل دائما الدرع الواقي والحصن الامين لهذا الشعب العظيم ان من فضل ربنا علينا ان الجيش المصري هو الجيش القوي القادر في المنطقة العربية بالكامل واحنا حرصين على ان احنا نعزز وندعم قدراته في اسرع وقت ممكن واشاد الفريق اول السيسي بالاداء المتميز الذي وصلت اليه القوات المنافذة للتدريب واداء المهام القتالية ونيرانية في الوقت والمكان المحددين بدقة وكفاءة عالية وانا متأكد ان احنا كلنا مستعدين نضحي بنفسنا بارواحنا بدماغنا في سبيل ان تظل اقسينا جزء من مصر ولا تنفصل عنها ابدا ما فيش اي مخاطر هنسمح ابدا او حيسمح ابدا الجيش المصري انها تمثل خطر على سيناء وارضها وزي ما احنا استلمناها من جيل اكتوبر ان شاء الله احنا حنسلمها للي بعدين زي ما احنا عادين عليها كده هنسلمها ان شاء الله للي بعدين كده واحسن ان شاء الله حضر المرحلة الفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين ورؤساء الجامعات وشيوخ القبائل وعدد من دارس الكليات والمعهد العسكرية وطلبة الجامعات التدريب الجاد والواقعي والتفاهم القادة على جميع المستويات لطبيعة مهمتهم وتنفيذها بكفاءة عالية هو ما ظهر بوضوح خلال مراحل المشروع التدريبي الذي نفذته احدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني لتظل دائما قواتنا المسلحة قوية وقادرة على حماية تراب مصر من ارض المشروع محمود يوسف للتلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر